موسيقى 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 تجربة المسافر هي تجربة جديدة من نوعها بالنسبة للكل موسيقى بقيهم الموسيقى و بنسبة الفناء كارم الساهر موسيقى 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 الدور وكان أهل للدور اللي أسمى الإله في هذا المسلسل تتحملين تتحملين حياتي غرفة البسيطة العود الأوراق المبعثرة الباصات مشي عرجلين تتحملين فيه كنش حياتي محروز 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 من عين البشر وواله بعيوني بردا 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 يودي عيني عيني بمسبعيني كان ممثل أيضا في هذا العمل رغم بساطة الدور ولكن دور أيضا جديد علي في أدائي للأعمال السابقة اللي مثلتها وكان علي أن أوازل ماديا العمل في هذا المسلسل ومتابعت أيضا المباشرة وأيضا إدارة الشركة كمدير مفوض للشركة أعتقد أنه المشاهد سوف يرى نجاح كبير لتجربة جديدة عراقية في مسلسل ومسافر نحن نريد مستقبلهم نريد صالحهم نريد ناس يجوهن أهل نعمة وأهل عز وأهل أصل وأنت من ذنك كل هنصفر الما عندها أصل اللي يريد ياك الحقوق اليتامة بحجاج وصخة مثل هاي وأنا لازم أحصابي الخاطر عينه هو بس وإن أنت لا أصل ولا فصل يا رفعت شفيت إذا طلع شاهدك من بيتك انتهى أمرك وأنت أنت اللي ما عندك لا أصل ولا فصل أنت ش عندك غير فقرك وعندك هذا عودة ولكن ما بسيطة بسيطة والله لا أدفعك ثمنها إلا أدفعك ثمنها يا كمال إلا أنه هو بكادر إلا أنه هو بكادر مينة وطول هاي 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 يدخل أبو سعر هاي يدخل إلى أمي اسم على اللحة هاي تبني تدخل زينا نحن مغطل صنع نعم 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 قد شيبي لما نسق هاي الشيكن طلع خارج كادر ثامش ترش فأه خالحة حق هاي 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 نعم هاي 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 موسيقى 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 اكثر صباحاتوان بس حلو افطال كلهم اتوان سوا عليها تطيفة تسلم على هيتش صوت حبيبي هزهل ام قبتش انت لازم تسلم الام.. لا هزهل اقولك امولي صدم اخوط عنا اخصار اهو بي صار اسوش كامولي دهفور اonia مرة القناة خاط لك شنا اين بسرح اين بسرح ين بسرح اين بسرح اين بسرح انك المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة تم اختياره من قبل المخرج الفنان فلاح زكي لتمثيل دور الشاعر الغنائي في هذا المسلسل وتعتبر هال بالنسبة لي تجربة ناجحة حسب قوم اكثرية من النقاط والمخرج نفسه وشكرا اشتركوا في القناة يلا شباب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة عديدة عديدة بما فيها سعيد الكتابة او الدراما ايضا ايضا حقق حضوره بفنان صباح اطوان كلها اجتمعت في ان نجتمع سوية وان نرتقي ونحاول ان نرتقي بعمل اسم المسافر اجمل ما كان موجود بالعمل اجمل ما كان هي المحبة ما بين كل طاقم العمل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى يمكن احد الاشياء اللي ايضا اذكرها الان مشاركة الناس احنا في اجزاء كثيرة من العمل صورنا بالموصل مدينة الموصل وكانت هناك مشاركة جميلة بيننا وبين الناس شاركوا خلال التصوير أو حتى في احتضاننا احنا كلنا جموعة يعني لا بين الى قرية كانوا فرحانين وهذا الفرح ايضا زادنا فرح دين ونفسنا حيكون زمداء وزميلاتي اللي شاركوا بالعمل اللي كانوا مخلصين الى اخر حد ويحترقون فعلا من اجل العمل جزيرت من احلى الجزر وانت لنحلينا وجودك انت يا بدر جنان خلينا والسد راعي بالحضن مثل الطفل الارعان كنت انت حبيبي مطمئن مشدود روحي ويال والسد راعي بالحضن مثل الطفل الارعان كنت حبيبي مطمئن مشدود روحي ويال يا قدري واحنا قدر محروس من عين البشر محروس مستلزمات الانتاج كبيرة جدا جدا برغم هذا كل هذا قدرنا نسيطر عليها العدد القليل الموجود وياي من ادارة الانتاج ايضا ساعدونا وخاصا من الممثلين يعني اذكر منهم الاخ ريكاردوس يوسف الاخ عامر جهاد من الممثلين الاخ نزار سامرائي قدر ايضا يساعدنا في بعض المتطلبات الانتاج يعني الاخ المخرج فلاهزكي يطلب من عندي انه اوفر لألف كوم بارس بالاغنية وخاصا اغنية مضروك فكانت عاملية سهلة ايضا بالنسبة الي ما اعتقد صعبة الاخ المخرج بلش بالتصوير وما توقف الى ان كمن الاغنية نهائيا يعني هو الاغنية الوحيدة اللي اللي كنا خايفين منها خلصناها بنفس اليوم كونه قول اشوكت ياسامره نتلاقى ولو مرfr قول اشوكت ياسامره نتلاقى ولو مر نتلاقى ولو مر قول 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 مبير ملك الجمال مبيرك عليك مبيرك الحلال مبيرك عليك مبيرك الجمال مباشر محط موجود وحتى لو موجودين ما حد يفتح لنا الباب باشا هذا عبد الرزاق من واحد قناقين وعند علاقات قوية بالمنطقة وخاف ليجلق علينا واير واتهمناك ونحن دايسي مياتا ومعتدين على مرتا وذاك الوقت نخش نخش بقنينا ما نطلع منها للأبد باشا اكو عيون تراقب وكو عيون تحس بألف حساب والناس ساكتة على مضب ولواني ما مقتنع بكلامك اسرائيك مقبول مسعود انت من تجبن تفكر زين باشا الاهتياط واجب جبال عاقل احسن من شجاع مجنول والعبرة خلاص الرقبة يا باشا الله يبلاك مسعود مسلسل المسافر احد اعمال او نتاجات شركة الحضر للانتاج الفني ويعتبر في تقديري وليس من باب الدعاية او الاعلام لهذا المسلسل انعطافة جديدة في بناء الدرامة العراقية انطلاقا من مبادئ عديدة اولها التكنيك الفني لهذا العمل استطاع كادر العمل الفني وعلى رأسهم المخرج فلح زكي ان التجاوز المألوف في الدرامة العراقية الى افاق اكثر اتساعا واكثر شمولا من ناحية تكنيك الكاميرا واداء الممثل واللعب الضوء والموسيقى الحديثة اضافة الى التفسير للشخصيات واعطاها ابعاد اوسع من اطار محليتها فقد تجاوزت الشخصيات اللي ادوها ممثلي هذا المسلسل وهم كثيرون طبعا حشد من نجوم التلفزيون والسينما العراقية مع المطلق السلامة كاظم الساهم استطاعوا هذه المجموعة كما قلت ان يتجاوزوا المألوف في الاتاء ويعبروا الى مستوى النتاجات والطموحات اللي احنا فعلا نبحث عنها وريد نحققها شخصيتي في مسلسل المسافر شخصية نجات وهي تبدو للمهلة الاولى شخصية سلبية كثيرة الاذية مسيطرة على احداث ومصائر الناس واني بالضبط حبيت لهذه الشخصية وربما يتساءل البعض يقول هل هي هذه الشخصية مكررة على صعيد البناء الخارجي ممكن ان تكون مكررة ولكن على صعيد بناءها الداخلي والادائي استطيع ان اقول احدى الشخصيات اللي فعلا اعتز وافخر بها لانها قد حملتني الى سلوب ادائي جديد والشاهد على ذلك ما سوف ترونه في مسلسل المسافر مع الشكر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الزواج ترك الأبوكب بنتك تكورجيا تعالي سكن نايمي بالقصر قمر الشكل يستقبلون حزانة ظهر يرحل بأخي نجاد ابنك ظهر رح يطلع عن المدرسة رح أجيبه وكل هاي رجال ترسل قصر وقمر خانم تطلع لمطفل بسعود واشتار خروف راح يجز عم أبو باهر عين هاي عين هاي عين هاي يلا يلا يو بسعود واشتار خروف راح أقول لك بلي عمي ولك عمي شنو ماكو ماكو شعله شعل النار ويل حوار مالا يمع يلا عارف يلا 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 فانتشت على النار كنتوجه فرعلي كيفك يتفر سريع بالجزائي لا 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 حلو بعض الخانة تخبر اوكي مجبر يوم خمجة الزيدين طفو استفاد من خبرة لسات فلاح زكي عبر عمله او عملنا الواقع كنا مسلسل المسافر المسافر مسلسل دونكها جليلة مسلسل الطري بتقنياته العالية بموضوع جديد بناسا بثنانين الواقع كاظم الساهر كاظم الساهر اثبت ومجذارة انه قادر على ان يستمر في التمثيل في العملية الادائية التمثيلية قمر ان هنا غريب وحيد وبحاجة الى اي انسان يكون بجانبي على الاقل على الاقل يواسني بوحدي ما قد استفدت من خبرة الاستاذ محمد شكر الجميل في فيلم ملغ غازي وخبرة الاستاذ فلاح زكي فاني اشكر كل من الاستاذين الفاضلين الاستاذ محمد شكر الجميل الاستاذ فلاح زكي على ما منحوني اياه من ثقة عالية في نفسك ممثل اولا وبالملاحظات الجديدة اللي ماكن تسمح الواقع من بعض زملائي من المخرجين سوانه كانوا سينمائيين ام تلفزهم منه اخيرا اتمنى المؤفقية للجميع ولساب فلاح زكي بالاخص واشفنا الجسيلة يو يستلمون نستلم قبل اتهل ابو باهر وجود ما في المنطقة مو خطار حمدي كان يصرف بس حمدي راح ترك انا خو غرجي يا سنتين العزي عطادي سخنوها موسام 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 عطادي سخنو وعليه من العلقوي لو حرات راب هاذه مسحناك الله على البلوة الله على البلوة يعنينا وعلى أخو غرجية عم هاي متأرف الازين عم سيرتوها ينتر من الخارن وعليه من خارجية فارس بعدها مجاتي موسيقى 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 كل عمل لا يمكن اعطاه انتباع كامل عنه لانه يدخل بعمليات مؤقدة طبعا عملية التصوير عملية الاخراج عملية المنتاجة بالتالية يعني لما تكون الصورة او العمل المتكامل الوحيد اللي يقدر يعطي انتباع كامل عنه هو المقرج وانا كممثل عملت في هذا المسلسل وقدمت ما يتطلب الدار او الشخصية وكتجربة مع مطرب قد يكون له المساحة الواسعة من المستمعين والمعجبين لكن تجربته في التمثيل هي تجربة اولى ويعني انا الحقيقة تونيست مثل منقول من بيمثل ولي اول مرة يمر بهاي التجربة اللي اجبني انه هو حريص على انه يؤدي الشخصية اللي لازم يؤديها الدور الي حريص على انه يعطيها ابعادها وفق امكاناتي كممثل وكنت راقبة بدقة يعني الكاظم في هذا المجال اللي نبعدكم بعد جرف ليش احنا متفاهمين على كل شي انتذكرتلي بالليش هيبعدكم لانا عجرف بس احنا متفاهمين على كل شي سراح لك كل شي اقدر قتل كل شي أقدر أسوي كل شي أقدر باتي وراي تعين وعندي راتب لا شو يعاني ممكن وده كل شي أقدر أسوي كل شي ما تكلم كل شي أقدر أسوي باتي أتخرج واتعين وسن عند راتب راتبك شنو راتبك شنو راتبك يتروفل الجزء من 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 سمعد أقول لك كمال أكو ناس دقوا بابي مليانين ذهب بكر زي أن أحس على نفسك ويعني الحقيقة سعدنا بالعمل لأن كان العمل المجموعة اللي عملت بي بدءا من المخرج كان حنيم وإليف وما عندي شي آخر أقدر أظيف في أشياء لا في النواة أعتقد أن ما يعني قلته هو يكفي وإنتم كبار السنة أصل الشباب بربو يحلى الجمال من يكبر ومر الجمال من يكبر وحتى من الجمال تطلع أكبر حزن مكشينا ترجمة نانسي قنقر 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 الواقع مسلسل المسافر واحد من الأعمال اللي درامية اللي أخذت تجربة التصوير مع زملائي حسن علي و مساعدة أخوة وعد وسالم وكنا بصراحة كادر تنفيذي تحت قيادة المخرج فنان فلعزكي كنا نخذ تجربة أول عمل درامي غنائي احنا بصراحة متعاملين مع الأساتذة من الممثلين وصادفنا أيضا كثير منهم بهذا العمل أساتذة مختصين بالعمل الدرامي لكن واقع في المسلسل هذا خذنا تجربة جديدة والتجربة هي كانت أن دخل إلى هذا المسلسل المسلسل مع صف الأساتذة من الممثلين الكبار وبصراحة ما قدر أقول أسمائهم لأنهم هواية بس بالتأكيد راح تشتفوهم ورح تعرفون من خلال وجوه اللي راح تضى من هم الوجه الدريد اللي دخل للمسافر هو الفنان المبدأ كاظم الساهر وكاظم الساهر كنا خايفين منه بصراحة بلدائه وإلى أندخل في مرحلة التصوير آني واحد من ناس لشان خايف أنه شون كاظم راح يواجه العمل وإحنا شون راح نواجه كاظم ويالعمل بس الحمد لله وشكر اكتشفنا أنه في كاظم الكثير أباف بلمساته بالموسيقى بصوته بتنفيله أضافنا مسات جديدة إلى صف الأساتي بالاتباه اللي هم بصراحة غنيين عن تعليف في وقت إذا أريدنا أن نوصفهم باختصاصاتهم في العمل الأتائي مثل ما يقول يبقى شيء واحد وأخير أتمنى أنه مسافر يحوز على رضا الجميع ونثمننا إلى النجاح وإن شاء الله شوفهم تجربة جديدة بالدرامة العراقية أو بالدرامة الغنائية العراقية ومن الله التوفيق مثل ما يقول مصور سينمائي جبار غريف يدني أنت الحرمتيني من أهلي سكنت الهرب من غصبا علي أدقى باب واسأل من عليكم بعض صغري وزماني كان بي شوصف لكم غرطي صغري محبوب صغري مبتون دفنتون لبور بوتار في يوم منطر من أيام الشتاء فوجيت وأنا أنظر من الشباة وكان يوم منطف طبعا وبي نزول والأخ في لحزكي والأخ سمير ذنون والأخ جاسم الذهبي من سيارة فرعت طبعا جدا من شفته وقلت أكيد يعني أكو عمل جديد وأنا في المنصف بعيد وطبعا بعد السلام والتحية طلوا مني أن أساعدهم في اختيار مكان لمسلسل جديد مسلسل المسافر طبعا شفنا بعض المناطق منها بحشيقة ومنها قرقوش وبعض المناطق الأخرى مقتل على أخفالها إلا أن اقتلحت عليه منطقة وانا ونحن شفناها وكانت نقطة البداية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر عن شخصية حمدي اللي أديتها شخصية الحقيقة قد تكون مختلفة عن شخصيات اللي أديتها في أعمال كثيرة أخرى مثلتها كون هذا الفارس يعتمد على قوته ويعتمد على حالة الإرهاب اللي حاول دائما أن يستغلها في تحقيق مآربة وكان هناك صعوبات كثيرة بالعمل أن يكون على حسن ظن الجمهور وهيكون عمل كبير وناجح ويبقى في ذاكرة هو هذا أمنا ما أريد لأتخن مرة ثانية أختك متجي لطريقي وأنا شخص دمي يفور بعروقة مهزون لعتها أختك تريد لذلني فؤاد وأنا حالف ما أخش بيتكم ما دام قمر على أنا فتاة وليريدني أنا موجود ضل الدرس ما تطير لا توكر على أقصالي ما أخو فينا تريد مكسور وضل الجرحك تعالي وضل الدرس ما تطير لا توكر على أقصالي ما أخو فينا تريد مكسور وضل من جرحك تعالي ما لا تحاول تراتي تعالي حياتي من الصعوب أصراب وانت بعد الضيب ضريقي نار لا تجرب ما لا تحاول تراتي تعالي حياتي من الصعوب أصراب من تال بعد الضيب ضريقي نار لا تجرب بعل باعل بعش تراتي يا نار يا نار يا نار يعني حرقيه يا نار موسيقى موسيقى لا تخلي فيه لا تخلي فيه صدرك حزن مشتك احنا صحابا يا سلام يا سلام حلو أهلا أهلا سلام يا مرحبا الله حليك حلو مرحبا حلو شكرا نعمو مالقعدة اتفضلوا يا ايه عالبيت شون هالزحفة سعنا كل زحفة ما اكون وراهن امسوا يعكلة هناك وروحناكو يلا أخواني ي внутри مينقر الحقا sensing المترجم للقناة 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 يا نار 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 اشتركوا في القناة كل الاخوة العاملين من فنيين ومن ممثلين ومن هيكل الانتاج تكاتفوا في انجاح هذه العملية الرائعة فعلا وهي مسلسل المسافر طبعا كليةنا اصبحنا خلية نحل كل العاملين من فنانين ومن فنيين يعني عشنا في جو حار جدا في قرية بعيدة عن محاطنين وهي قرية وانا وعشنا روح الالفة فعلا كل هذا الدافع لانجاح العملية الجديدة الوليدة هي مسلسل اسمه المسافر فاحنا فعلا كلتنا خايفين كنا من الفنان المطرب الكبير الاخ كارم الساهر ولكن فوجئنا فعلا بان الفنان كارم الساهر مثل ما هو رايع في الغناء كان رايعا في التمثيل وقد فوجئنا فعلا بطريقة او اسلوب الفنان الاستاذ فلح زكي في المعاملة مع الكاميرا احنا يعني متعلمين على كاميرا لقطات من هالزاوية لهالزاوية وبعد يلنا لقطة لونغ وينتهي ولكن في هذا العمل هو الى سيستم خاص وفعلا طلع العمل بصورة مشرفة وان شاء الله راح تشوفوه عن قريب وهذه بعض طبعا حاليا في هذا كاسية السد تشوفونا به فهو بعض اللقطات القصيرة جدا من المسلسل اللي الصور راح يكون ادحس انضمكم ففعلا اسمينا هذا المسلسل هو عائلة المسافر لان من اصغر واحد في العمل الى اكبر واحد في العمل هم كانوا اخوة متحدين لانجاح هذه التجربة الرائدة فعلا واسفان لان ما متهيئ لهذا اللقاء لان لا حلق لهيتي وما لابس حتى تقولون علي لقاء تقليدي ربطه على المسل جيتكم بهذه الملابس حسب تليفون من الصافة العزكي وجيت مسرع الى شركة الحضار اللي انتجت هذا العمل ونتمنى ان نعمل او نطرق باب عائلة جديدة باذن الله وعمل فني جديد وشكرا شكرا 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 تدري صار قضرهم قبل سبعين سنة لحدنا المزار للمحبين زين فعلا هذا البيت اللي لا يشوفه قدامه نورياء هذا بيت احد الاثرياء يعني يملك تقريبا اكثر من كالترباع المساحمة القرية هاد اشتركوا في القناة 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 غروب كبير وضخم والعمل بانتداد ومتشعب من حيث أماكن التصوير الانتقالات كثيرة عدد الممثلين عدد كبير من 100 إلى 120 ممثل وهذا ليس بالشيء القليل يراد تحضيرات وتهيئة كبيرة والحقيقة كان عمل متعد بس ممتع يعني عمل ممتع العمل اللي ينجز وشوف إنجازك بعد قليل وشوفه جميل ومثل ما تريده وما موجود في مخيلتنا هذا رائح التعب يزول بعد هذا التعب يزول وقلنا نبقى إلى ساعة 12 إلى ساعة ثنتين بالليل نواصل تصوير المشاهد والغروب كله كان متفاني ومتعاون معنا موسيقى 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 مالك أفلام غنائية معروفة شاهدناها في أدة مناصبات لكن أن يكون العمل بهذا على شكل سلسل أعتقد أن هذا الأمر يتقلب مخرجا حاذقا وهذا متوفرة بالمخرج المبدأ في باحثك ما أخفي قلقي على هذا المسلسل في بداية الأمر عندما شرع المخرج فلاح زكي بإخراج هذا المسلسل الخشية والخوف الغيبة كانت متأتية من كون المطرب المحمود الأخ كاظم الساهر قليل تجربة في مجال التمثيل ومن أجل أن يكون العمل هذا يوازي تجربة الأستاذ أو الأخ كاظم الساهر الغنائية بعد أن قطع مشوطة هامة في مجال الأغنية العراقية من القلب أتمنى النجاح لهذا المسلسل وقد أتاح لي المخرج أن أرى لعب المشاهد بعض اللقاطات من هذا المسلسل و كانت بصراحة ونحن الصحفيين لا نعرف المجاملة في الكثير من الأحيان وقد لا نرحم أحيانا عندما يتطلب الأمر أن نعطي العينها في عاملين كهذا أشهد على عيدي الأخوة العاملين في هذا المسلسل وأتمنى أن نجعل النجاح والموفقية والاستمرار في هكذا نوع من الأعمال الدرامية أشكرا موسيقى 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 قبل سفر الأخ الفنان فلاح زكي عملت ويا في مسلسل صور عربية عملت منسق انتاج للمسلسل ومثل لبعض المشاهد عنده عودته للوطن التقيت به وكان يعد الى مشروع جديد اللي هو مسلسل المسافر فضمن العلاقة الطويلة الأمد مع الأستاذ فلاح نزلت ويا بالعمل بس ايضا بصفة منسق انتاج وممثل لشخصية ميمون حلاق القرية اللي يدور بها الأحداث وشخصية ميمون لاح تشوفوها بالمسلسل شخصية لطيفة محبلة جميع لذلك الكل يحبون يقدمو له اي خدمة في اي مناسبة العمل كان ضمن الفترة الزمنية طويل ومتهب ولكن كان هدفنا بدرجة الأولى هو ماهية النتيجة لهذا العمل وبالفعل طلعنا بالنتيجة طيبة وراح تشوفوها وان شاء الله تعجبكم وكان قروب العمل ايضا قروب جميل جدا تمتص مشاكل في يوم نفسه سأني مأمم عمر شون مجيد انتاج مجيد انتاج كل ما يحبون يكشوف ومواقف مجيد انتاج ما يشوف مجيد انتاج كل ما يسمح مواقف مواقف صغيرة يعني مواقف صغيرة يسير بهزول حمد الله 24 ساعة يعني ما كان يبقى القلب اي واحد اي شي من هذا التعب او الزعال او العتاب بيناتنا لنا التصوير الخارجي والجو حار جدا فعانينا اللي عانينا وكان حدفنا الاول والاساس هو ارضاكم ولذلك اتحملنا كل عناء هذا التعلم والتجربة اللي كانت مع عودة الاستاذ فلح وتجربتنا ايضا مع هذا الكادر التمثيلي البديع وايضا مع الفنان كارم الساهر اه سيكون لها صدى طيب حسب ما اعتقد اعتقد اعتمنا ان يرجع هذا القروب بعمل ثاني مع نفس المخرج بأعمال جديدة واعتقد انت راح تطلبون هاي واعتمنا لكم الموفقية و المتعة لمشاهدة مسلسل المسافر قريبا جدا وعلى اشرطة الفيديو كاسيت ترقبوا مسلسل المسافر للكاتب صباح عطوان اخراج فلاح زكي انتاج شركة الحضر للانتاج السينمائي والتلفزيوني الارض هي العطاء دائما من هذه الارض تتغذى الابقار بالأعلى في المزروعة بمساحات واسعة تحت اشراف المختصين تعلن شركة الالبان والمرطبات العراقية عن انتاجها للحليب الطازج والصحي من مزارعها في الاسحاق حيث يتم حلب الابقار باجهزة اوتوماتيكية وتعقيم الحليب من الجرافيم والميكروفات شركة منتجات الالبان والمرطبات العراقية شركة رائدة في صناعة الالبان خبرة اكثر من اربعين سنة حاصل على شهادات تقديرية عديدة ومتميزة ويصلها ان تعلن عن استعدادها لتجهيزكم بالحليب الطازج واللبن مباشرة من مصنع الشركة ولعدم تحمينك كلفة مواد التعبئات الباهضة الثمن باستطاعتك جلب العبوة المناسبة لتجهيزك يوميا بحليب الاسحاق ونحن مستعدون لتجهيز الفنادق والمستشفيات شركة منتجات الالبان والمرطبات العراقية بغداد الكرادة الشرقية نهاية شرعة 52 طريق معسكر الرشيد مكتب صورة وصوت لصاحبه كريم العبود بيع وتأجيل وتسجيل انواع اشريطة الفيديو كاسات احدث انواع الافلام المنوعات العراقية والعربية والعالمية مكتب صورة وصوت مستعدون لتصفير الحفلات والمناسبات على الفيديو كاسات وكيل شركة الحبر للانتاج السينمائي والتليفزيون بغداد مدينة صدام مقابل سوق مريدي هاتف 8 مكعب 2934 بعد عودتي بالوطن وبعد غياب حوالي عشر سنوات في الغربة عشرت فورا حقيقة بالبحث عن نص مناسب ونص يقترن بطموحي الاستمرار بانتاج مستويات متميزة في الانتاج التلفزيوني الدرامي حقيقة لم اجد ما يرضي الطموح بعد لقائي بالاخ كارم ساهر في الولايات المتحدة وايضا في بغداد وجدت انه لدى الفنان كارم خامة وطاقة فنية بالمكان استخدام هذا من عمل الدرامي غنائي عراقي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وفعلا وضعت التصاميم لهذا المشروع واخارة تتعمل واتصنب الاخ صباح اطمعا لوضع القصة والحوار لمسلسل المسافر وضع شهر نقل حوالي ثمانية اشهر بشكل متواصل بشكل يومي تدعى من وضع الخطوط الاساسية واللمسات الاخيرة للنص وامتهاءا بالتصوير اللي اخذ من عندنا وقت طويل بحدود حوالي سبعين يوم في اكثر من خمسة وخمسين موقع مع اكثر من مئة وعشرين ممثل ومع اكثر من الفين كومبارس وبحدود سبعمية الى ثمانية مشهد وكتجربة بهذه الساعة لأعمال غنائية ترامية بالتأكيد تاخذ حيث كبير من الجهد والمساحة والكادر الفني وبالتأكيد لكل عمل من هذا النواقص أو لكل عمل ذخم حقيقة تكون هناك بعض النواقص وتكون هناك بعض الاخفاقات والمسافر كأي عمل ذخم حقيقة لا يخلو من هذه النواقص لأسباب تتعلق بالعدم وصول الحالة الانتاجية للعمال الثرامية الغنائية في الاراقبة مستوى عالي من التقنية وبالاضافة الى هذا الظروف الصعبة التي مررنا بها خلال عملية انتاج مسلسل المسافر الأخوان الزملاء سبقوني في لقاءاتهم في هذا الفيلم الحديث عن جوانب عديدة في عملية انتاج وتصوير مسلسل المسافر التي حقيقة لا أود إعادتها فقط أبلغكم تحيات الأخكار المساهر التي تصل بها من ولاية المتحدة الأمريكية وأخوة الآن لا يزال هناك وبلغ تحيات الخالصة لكم وحب الكبير للمشاهدين والحقيقة لم تتح لنا الفرصة لإجراء لقاء معه لكي نضمنهم في هذا الفيلم يا خسار التابي وياك وما تستاهل فعليم اوه لا Shoah لا Shoah لكي نضمن ging اشتركوا في القناة 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 الحقيقة اشتركوا في القناة 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 وأتمنى الخير للجميع وأتمنى الموفقية إلى صديقي العزيز فلاحزكي شركة الحبر للإنتاج السينماء والتلفزيوني تقدم أجمل وأحلى الأفلام العالمية المختارة أجهزة فنية متطورة لصناعة أفضل وأشود الإعلانات والأفلام والمنوعات الغنائية ندعو وكلائنا لاستلام حصفهم من الأفلام والمنوعات الجديدة في مقر الشركة الكائن في بغداد كرابة خارج مقابل نادي الهنبية هاتف 7174434 7174435 قريبا جدا وعلى أشرطة الفيديو كاسيت ترقبوا مسلسل المسافر للكاتب صباح عضوان إخراج فلاحزكي إنتاج شركة الحضر للإنتاج السينمائي والتلفزيوني اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة